البروغرام نوري جديد يساعدنا أن نستقبل معنا المخرج والفنان الشامل والممثل الأستاذ جاك مارون أهلا وسهلا بك أهلا بك كل هودة كل هودة جاك رح أعرف عنك بسطرين للمشاهدين بس تحطة تريف رشدر ماموري يعرفوا تاريخك بالتمثيل وبالفن حدرتك ممثل مخرج ومنتج لبناني مخلوق مولود في بيرون مخلوق مخلوق تعلمت بمدرسة نوتر دامدو الجمهور وثم تبعت دراستك بين لبنان وأفريقيا فرنسا وأمريكا بأمريكا تعلمت بجامعة هيوستن تكسس حيث حصلت على الشهدة في الفنون والمسرحية والإدارة وثم انتقلت من مدينة نيويورك سيتي إلى نيويورك سيتي سنة 1999 للعمل والدراسة بالتمثيل وبثلاث سنين حصلت على شهدة ماسرس بالفنون الجميلة ولديك عمل في هوليوود هلأ امتكي عنه حسنت جاب انترويو إلا إذا انك عودت إلى لبنان بشكل شبه نهائي سنة 2010 وعملت أعمال مقتبصة كانت لقيت مثل ما بيقولوا إيجابية كبيرة من الجمهور اللبناني مثل مسرحية كعب علي دينيس ريزن ستو بي بريتي فرضاً انه والكثير من المسرحيات المقتبصة الأخرى فتحت استوديو يلي هو الأكترز وركشوب هو بالنهاية لتعليم التمثيل وغير مواد بتساعد على فن التمثيل المسرحي إلى جانب تمرينك للكثير من الأسماء المعروفة في مسرحيات محلية معروفة جاك مارون أهلا وسهلا فيك بنور جديد عبر فضائية نور الشرق أهلا فيك هلأ انت قريتيا جاك مارون أهلا وسهلا فيك هلأ ريتا ما تفضحنا جاك هاي نادا هاي كيفك نحن لنا زمان ناطريناك تكون معنا اليوم أنا نشتقتلك أنا نشتقتلك كمانا يعني بحب ذكر المشاهدين أنه تربطني فيك علاقة أخوية وصداقة قديمة كونة أخدت عندك دروس أخدت عندك دروس كمانا عدا أنك مرنتنا بكوميديناي سيزن فور أخدت عندك كورس بالألف وعشرة هوي 2009 2009 بس مش نبين تسعة سنين قطعوا عليك أبدا ولا اي ولا انا اي بعد صغير مارسي تانكيو فو دي كومفليمنت أنا جبكي أنه مباريح بس أنه تسعة سنين ميش هين تسعة سنين الوقت بيقطع كثير بسرعة خبرنا عن الأكتورس ووركشوب أول شي بيقطع كثير بسرعة إذا عم تعمل إشجد بتحبيه صح بس الصداقة مثل ما منشوف بعد ولا مرة يعني بس شوفك كأنه شفتك من بس عملت كثير بعرف انه انت عنديك عائلة من وقتها ولدين مامي مبروك على كل شيء أنا جد أطاع لي بس ناكل بسير رائع جابي أطاع الوقت بسرعة كثير الموقت ما تعرفنا بعد خمس مسرحيات وولدين صح وتجوزت كمان جاك طيب بها تسعة سنين قطع عليك خمس مسرحيات بالقليلة كيف كان الأصداق نحنا شفنا أول شيء انه كان في شوك إيجابي نحنا كنا قبل نلحق الشانسونين ويلحقوا الكيس والهزل والساركاز لا بس مخصر اللي عم بعمله هو مظبوط بالذات للصناعة بس دائر غير نوع فانا ما اللي عملته حتى خليتنا انه تلفت لنا نظرنا لهذا النوع عم للكوميدي والعالم صارت تشجع وتنطر بيحبه أنا بتصور إذا حدا بيعمل شيء هو بيحبه أنا ما جربت أعمل شوك هيدا 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 الحقيقة أنا عملت الأعمال اللي النصوص اشتغلت عليها اللي أنا بحبه اللي أنا حابة بيشتغل عليها لانه بس تشتغلي بالإنتاج و بالإخراج بياخد وقت معك شوية زيادة إذا بتمثلي بعمل مسؤوليتك إنه تتدرب للدور تكوني على المسرح على الوقت وتفلي على البيت بتعملي شوية ماركتينج إذا طلب منك هذا الشيء إذا بنا نساعد لتسويق المسرحية إذا عم تنجي و عم تخرج بيخد وقت معي كتير بديك تعرفي إنه بديك تلتزمي بهيدا العمل على فترة معينة بديك تكوني إنت يعني غادسة غرقانة بهيدا الشيء على فترة طويلة إذا بتشيلي حتى التمويل إذا أنت عم بتمولي كمان عمليك هذا حتى إذا بتحطيه على جنب هذا قسم صغير بس عندك عم تغرق بعمل تقريبا على سنة وإذا داينت المسرحية هي بتكمليه منك موظفة مخرجة شركة إنتاج مسرح عم بتوظفك لتعمل إخراج لمسرحية تعمل شغلك إخراجة وتفلي ياريت سببه هيك بس صناعة عنا كتير صغيرة بالمدن الأكبر إذا بدك صناعة أكبر إذا حدا يتوظف من شركة إنتاج مسرح بتقولوا حبين نعمل هذه المسرحية بإلا أوكي مثل فيلم سينما بيجي بعمل إخراج أوقات بتشوفي ذات الموسم بيكون ذات المخرج عنده ثلاثة تلقى ماشيين مع بعض مظبوط نعم بقوله إنه خمس خمس مسرحية تسعة سنين أنا بلاقيهن قليل فعلاً فينا نعمل كلنا وأنت ممثلة كمان فينا نشتغل أكتر بكتير إذا إذا الصناعة تتحصن شوي صغيرة أو بتتركب بالطريقة ناجية أكتر أو محترفة أكتر، بس هذا هو السوق. طيب جاك أنا سؤالي لإلك أنه كل العالم بتنقع لنفس الطريقة، أنه ما فيه شغل والبلد عاطل والاقتصاد. هل عم بينقوا ما عم يشتغلوا. هيدا اللي بدأي لك. لا، ما فيه شيء. اللي عم يشتغل مثلك. أنا بعيني. بتعاني من هذا الشيء؟ لا، بعيني لأنه فيه استير، لأنه فيه ضغط، لأنه في الوضع معركج شوي، الناس بتحسيها سترس أكتر، مش بس أنت، بصير تكذب أكتر، سترس أكتر، يعني بتحسيها مش ع طبيعتها. نعم. في نفس الوقت كلهم بيكرهوا بعض، في نفس الوقت ما فيهم يحاربوا بعض، بيعرفوا أن هنا على الحفة، على الحفة المشكل كل دقيقة بيصير بيشغله، وترجع على البيت كمانا سترس، والخطر بالوضعنا هلأ هو خطر علينا كشعب، يعني عم نفقد الإنسانية تبعيتنا، عم نفقد هيدا الجمال والبساطة، صار أو عم نكون سترس سترس سترس، أو عم نذكر، يعني يعني تو إكستريم زمنهم نمنيح، وهيدا التوائزهم بدل واحد يعمل أفرت يضلوا عم ماشي فيه، بس أنا عم نجرب إنه نشتغل بطريقة تنعمل مثل بيز أو ستركتشور، فنقدر ننتج أكتر ونشتغل أكتر، وهيدا بتاخد شوية وقت، ليس لهذا كيف بنيت الأكترز ووكشوب، حتى تقدر تكون بلاتفورم تبني فيها كاركترات؟ نيتا لقليل، المحترف الوماسلين أو الأكترز ووكشوب هو، يعني المحترف الصغير فيكون مركز صغير في سالون بيتك، وفيكون معهد أكبر، وفيكون مدرسة الفنون كبيرة كثير، يعني هو مجرد حجم، بس هو مركز صغير فتقدر تبني منه، يعني لحالك الأول شيء لأنت، يعني تتعمل شغلك كفنينة قبل ما تتدربة أو تتدربة مع غيري، لدينا منه، لدينا منه في سيستام أكاديمي إذا بدك، هو سيستام مثل الجيم للفن، يعني بنجي بناخد أفكار، بنعمل إنتاج إصراحية، نتعرف على الناس، يفكرون مثلنا وحبين أن يتعاملون معنا، وبتعاملي هيدا، كمثل عندي بتروحي للجيم، بنزلي على المحترف، بديك تضلك بماهنتك عم بتضربة حالي، الحكيم بيضل عم بيطالع على، شو لك أنا، بروح بحضر سمينارز، طيب جاك، أنت تعلمت بره بأمريكا، وهونيكا، يعني كثير كثير شي مغير عن الفن والتمثيل والثقافة عنا بلبنان، وقتها جيت، ما عملت شوك، ولا كنت متوقع أنه هل قد نحن الإنتاج؟ أنا كنت، ما كنت غيب على فترة دائمة، يعني وفجأة جيت ناني، كنت أجي وروح عندي عائلتي هوني كمان، بس ما، لا، هو تشالنج أكتر من شوك، الشوك بيجي بغير طرق، إذا بديك، أنا تعلمت سوق، بس رجعت على البنان، تعلمت سوق الصناع، لأنه ما كنت بعرفه، تفوتي على سوق جديد، سوق الشغل إذا بديك، طريقة الشغل، طريقة التفكير، يعني أي بديك تدربة حالك، هي بالجامعة بستحكي أنه تعلمت بره، أنه أنا فخور بهذا الشغل، أولا شيء بتربيةك بالبيت، وبشكر أهلي بالعيد الشيء، وصفراتي، نفس الوقت بدي عيني أنه كان في حرب وطرات سافر، نفس الوقت بقول أنه هاد الحرب وصفراتي كمان أقووني، لأنه أنا كان عندي شوية سبريت، إذا بديك، تقوي شوية، بتصيري عم تعملي مغامرة جديدة، بتخذي أنه أنا هلا عندي مغامرة جديدة، وهي اسمع بيروت، وبدي مثل السورفر إذا بديك في هيدا الموجة، وبدي أقرر إنه هلا بدي أركب الموجة، وبدي أجرب ما قوقع، وهيدا تجارب، بس، صعب، السوق كثير صعب، بس التربية على زغر ما بتعلمك، بتعلمك كيف تتعلمه، اذا انت عملت بيز مظبوطة بتصيري عندك استعدادات تتعلمي سوق جديد وطريقة جديدة بس بيصير عندي كمانا كتير بالشكل يعني بديك تعرفي انه منه كله كله حلو نا من عدد شغل الشغل هو احلى الشي يعني باللبنان اللي من عم تعمل الشغل حلو مع ناس هلمين هيدا بيصيري اذا بديك متل اسكايب لقليك اوكي جاك بيريزن ستو بي بريتي بيكعب عالي بفينيس وحتى بفردا انه منلاقي انه مجموعة الممثلين معك كلاس اي الى حد ما يعني كلهم كلاس اي لما عم نشتغل سوا كله لازم يكون كلاس اي امكان امكان حدا معي بالمحترف او امكان حدا ما عنده كتير خبرة على المسرح مش كلهم ممكن عنده خبرة مسرحية لا معنا عدا اللي بدى اسألك بس انه السامة كلاس اي معروفة يعني بالتمثيل انه هولي اشخاص من الدرجة الاولى بلبنان منهم كمانا صاروا كلاس اي بس انت بتلاقي سهولة اكتر انك تتعامل مع هولي الاشخاص اللي عندهم اكسبرينس ولا بتلاقي انه احسن اتعرف على ممثل جديد وانا اهجنه مثل البطء مودلي مثل ما انا بدي لانه بيكون بعده خام ولكن هولي بيكون عندهم اكسبرينس الى سنين وصاروا معلقين بهذه الطريقة هيدا كميح ومشمنين كل شي حسب الكاستنج اللي بدىك تعمليه عندك عندك قصة بديك انت تتخابريات عيشيها ساعتها بديك تبني على هيدا الاساس وانا انا هيك بشتغل يعني قليل كتير تقول فيني اقول ان انا حابب اشتغل معي كم مره ان احنا انويك حكي ان انا حابب نشتغل سوى مثلا بس صعب علي ابني شي لأ مش نيك بتاخد وقت بس لمن في ناس بيكون طلعبين اللي يشتغلوا من زمان او هتا شفته هلا قريته وبدى اشتغل علي ساعتها بنقل كاستنج حسب هيدا الناس انا شغلتي ووظيفتي انه اخدم العمل طبعا مش اخدم الفنان اوقات كما تشتغلي مع الفنان بيكون كتير صعب اوقات ما بيكون صعب بيكون الكيميا من الزبطة بديتسوكي من اللي واحد بديتعلم كمان احترافيا كيف يتعمل انا مش ما دايما كنت معاملات مع كل الفنانين جيدة رائعة او قصة حب ازا بديك واوقات بتصير فينوس كانت قصة حب رائعة بين ريتا وبين بديع وهيدا شي بيبين كمان بالعمل ونجاحه كمان وقارب الخارج شفنا كمان انه كان بفرنسا عملته عروضات وبقيته جددته ورجعته فتحته يعني هيدا بفرجة ادي كان في اقبال من الجمهور للمسرحية و ادي كانوا حبينا جاكس قالي لك انه مسرحيتك يلي اشتغلت فيها اللي بيانت فيها بلبنان بس رجعت وحمد الله انك بيانت فيهم كلهم يعني ما في عمل ما بيانت فيه ولكن كلها مقتبسة عن قصص متل ما قلنا بس انه ليه سبب انت بتحب بس هيك ولا لانه كمان ما عنا اشخاص بتكتط بالطريقة اللي انت بديك فيها في نقص بالكتاب انا مني بلاي غايت انا مني كاتب مسرح انا ممثل بعدين ومخرج وانتجت حالك فنان هذا شي من شجع بالمحترف انه اليوم وحتى ما بدي استعمل بقى كلمة فنان لانه فقدت ايمت اصلا الكلمة ايه كل الاشخاص اللي بدن يشتغلوا بالبلد الفن لازم يعرفوا ينتجو حالهم اذا بينتروا انه حدا يوظفهم ما رح يعملوا شي او بديك تتوقع لانه نتكلم مع الشباب بديك تتوقعوا انه بتكون تتوظفوا بمهلة فنية او بالميديا وشو ما بتكون تعملوا بشي ممكن ما بتحبوه بس اذا الواحد بدي يشتغل على شي بيحبه اذا بديك انت ترسمي شي معين اذا ما حدا عم يطلب منك ويدفعلك اجرة ايديك تتعملي له هيدا الشي ساعتها انت بديك تنجح عليك هذا ما خاصه بالواحد يكون فنان واحد يكون فنان بقوته ببيته في فن وفي فن التجارة كمان من فيه مساري او ماني ترانزكشن لكن انا عم يشتري بطاقة بدي يصير فيه توازن بين الفن والجمهور واحتراما للجمهور انا مني كاتب انا كاتب مسرحي بكتب ولا مرة بعد اللي هلأ قررت انه اعمل شي انا كاتبه بس يمكن بالمستقبلة وزيفتي انا اخرج ووزيف الحدا تاني هو يكتب ما عندي للأسف فيه بعرف فيه ناس بكتبه بس نحنا بصناعتنا بوطننا ما في كتير كتب مسرح ما فيه تراكس بالجامعات هذا الشي بيبلش على صغير وبدك تطلع فيه بالناحة التربية او التراكس بالجامعة ادي عنا انجينيرين وعنا اركي تكتر وعنا اوديو فيزيوال اي دا ما قالوا عليها حتى الاوديو فيزيوال بالفنون الجميلة اكك وهي صناعة كتير كتير صغيرة ونحنا بالمحترف دايما يعني البيب مفتوح مين ما عنده نص وحيب بيبعث لنا ايه عنده نص حلو نحنا نحب ننجو اذا عندكم هنالكاميرا ونجزا عندكم النصوص تبعت لنا ايها نحنا منكون ممنونين لانه منحب ننتج اعمال لبنانية نحنا كمانا منذكر انه المركز محترف محترف موجود بالاشرفية وفيكو نتلقو على جميع صفحات التواصل الاجتماعي من انستجرام لفيسبوك اسمه The Actors Workshop وهلا كمانا فتحين صفوف لتعليم التمثيل وتعليم المسرح تعليم النطق وكل الاشياء الادوات يلي بتساعدكم بالتمثيل ككل وجاك كمانا عم بيعتي كورس أنت كنت أعلمي أعلمي أنت كنت أعلمي جاك قدي صعبة انك تغير بالنص أجنبي تفهمو الشعب اللبناني لانه كل ثقافة نكتها الى طريقتها والشعب يفهم بطريقة مثلا فيه نكتب الإنجليزي ممنع هنا قدي بتوصل للمسج وحسب شطرت الابتباس او الترجمة هلا في كتير النصوص انا بحبها بس ما بنتجها بلبنان بدي يكون أول شي بديك يكون عنديك نص كتير تلعبه اللي تشتغلي عليه في شي يسمى مثلا فيك تعملي مسرحية مبنية على نص نحنا ما نعمل شي النصوص اللي انتجناها هي النصوص الأوريجنال انه بس اللغة تختلف ترجمة نعم أوقات بتغير الكلمة أو اسم محل أو اسم حي إذا بديك بس بيكون هيدا ما بيأثر كتير على القصة وما بيأثر أبدا على القصة لانه ما عليك حق يعني ضميريا كمان ما عليك حق منع قصتك إذا بديك تغيري وتعملي 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 عملية جراحية وعلى على نص الاكتباس يعني بطل نص هيدا النص اكتب انت نصك إذا بك تاخد نص حدا وتاخد حقوقتها تعملي بديك يكون عنديك مثل إذا بديك احتراما لهيدا النص و بديك شوه السؤال السؤال إنه قدي صعب إنك تخلي الشعب والجمهور كيف هامل نكتة مثل ما هي لأنه بتكون موجودة باللغة التام بديكون يعني بديكون أبليك بالوينماك أبليك بالعالم إذا بديك تعملي قصة سبيسيفك على ضيعة معينة على طريقة معينة ما فيك تخت هيدا الشي سؤال التام مثل الفينيس والتام هو يونيفورسل يكتبس وينماك كان يتطبق وينماك كان كمان كعب علي عن تحروج الجنسي بالشغل ومشاكل الأمرأة بمجتمع ذكوري هيدا يتطبق كتير مطارح ممكن مش بأيسلند مثلا محايف بس بديك تاخدي قرار انه هيدا الناس لابي للمجتمع اللي أنا بدي أنتش فيه بالهلا في شغلة بالتمثيل باللبناني المخرجين من المعاهد المعهد الفنون أو في أصص ترديشن اللي بيستعملوا مثلا بتقول بيقلك مش أنا هيدا الكاركتير هيك وهيدا الشي سمعتوا منك انه ما في شي اسم الكاركتير في أنا يا بعمله يا ما بعمله ايه هلأ هلأ في حرفيا كيف عم بتقولي وبي كمان لا هو مظبوط فيه في كاركتير أنا بقول انه ما في كاركتير تشجع اذا بديك الممثل أو الزميل انه يلاقي حاله بهيدا الكاركتير مش يخبه حاله تنقرب على الحقيقة لانه بالاخير يعني اذا بدي كل المتد ذو الطرق طبع التمثيل قد ما كانت مختلفة أو قد ما كانت كمباتيتيف إذا إذا معاهد فاتحة وبهيدا بالخمسينات مثلا كانوا عندنا هيدا المعهد هيدا الطريقة الشغل وفي نيويوك وفي أمريكا وهيدا الطريقة الشغل هي الصح ونحن نشتغل صح بس بالاخير كلهم عم يجربوا يوصلوا لشغلة وحدة اللي هو نوصل على الحقيقة والممثل يكون حقيقة والحقيقة بتجي من نفسك مش من طريقة نمثلة تنصيب الحقيقة انا ما بحب صيب الحقيقة انا بحب قول الحقيقة قول الحقيقة او هيدا طريقة الشغل اذا بديك طب جاك شفناك بدور هلأ منو يمكن دور أساسي بس بفيلم هوليوودي هوليودي صغير صغير بطورة روبرت دنيرو باية منو زمان باية منو زمان تخبرنا شوي عن هيدا الدور لأنه ما بعرف ليش بعد ما ضوعوا هيدا الشي في كتير اشخاص اشتركت بالأفلام أجنبيية وضوعوا على جملة قلوة كان لازم نحنا نعطيك حق انا كنت عمي البوقتك كتير مسرح بالنيويورك وكنت عملي تقريبا ثلاث اربعة بالأسبوع كان هدفيك تتعي الشغل تتلاقي الشغل بس الهدفك إذا ما عم تمثل بديك تخرجه إذا ما عم تكتبه إذا ما عم تكتبه بديك تقريب بديك تكون بطريقة معينة وهيدا كمان بالمحترف دايما منشجع نعم لأنه ما فيك تتبقي بلا ما تعمل شي والناس في نعرفها حوالينا كمان هلأ كنا عم نحكي عن شخص نحكي عن فؤاد هلأ عم نحكي عنه اللي عم تمثل معه عم اللي كده مثلا فؤاد يمين هلأ عملي على سيرته يعني أقول إنه شو بيشتغل وصر نجاحه كمان أنا بالنسبة لي إليه إنه بيشتغل كتير وصر نجاح كتير ناس اللي عم بيشتغل بيضلون يشتغلوا بيضلون عم بيعملوا شي هيدا هو سر النجاح سوأنا بالنيويورك نجرب إنه ضلني يعني بعمل شي اللي عليها بالفن وما وقفت أنا شغل الفن من السبعة وتسعين من ورا مع الـ كثير وقت نرجح هي وقت بيكون بحاجة بس هيدا هو هدفي إذا بديك تشتغل في كل مجال الفن بديك أعرف تمثل أنا هلأ مسألت بمسلسل مع مخرج رائع وصديق اسمه مازين فياد اسمه وعيت لابت دور صغير ما بعرف التاريخ أمتين بس قريبا قريبا اسمه وعيت انتاج موماز فليك اسمه مسلسل رائع مع كاست رائع كلهم شباب وكتير مبسطت بالتجربة مع أنه قلت له أنا لست عشر سنة يعني مش ممثل ولا كيندا الهدف لقليب بس كتير مبسطت انه قلت ايه مبسطت انه عرضوا علي الدور ومبسطت بالتجربة كتير مع عنوان وكتير ممسوط وهيدا الفيلم مع هوبر دونيرو كمان زيت الشي عملت كاستين وقلوا لي اوكي عملت كذا تجربة حتى قلت دور كتير صغير كان عنا اثنين مشاهدين واحد واحد راح وبقي واحد بس أنا عملت كذا فيلم شهلوا المشاهد كليا يعني اوقات بتلعب ادوار صغيرة باميركا ايه مظبوط انت بتجي بتعمل شغلك وبتفلي مظبوط اوقات بيشيلوك كليا من الموفي اوقات ما بحطولي حتى اسميك مظبوط بس اكيد كتير حلو الشغل معو انه اكيد باب دونيرو انه على سيفي تبعك انه شيخ روبرد دونيرو تصدفين ايه 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 انه هذه تجربة ما بنسيها بحياتي ونحنا كمان ما بننسيها جاك للأسف نحنا الوقت تغري دهمنا وخلصت الحلقة مبسوطين مبسوطين انا بوعدك نعمل حلقة تانية خلاص ايه نعمل حلقة تانية خاصة اذا في عمل جديد ونحكي عنه لانه الحديث يسمعك ما بيخلاص لا انه مبسوطين على طول اللي بنتعلم منك جاك انت انت اكيد على الفن في لبنان لا شكرا وانت كمان شكرا ونحنا قبل ما تنتهي الفقرة نطلب من كل ضيف يسحب جملة من الانجيل المقدس وبيقلنا شو هي الجملة وبيعلق عليها بالعربي اذا بنتمت مكتوب الفرنسي دينمين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تثبت بالمسيح جاك هو يتثبت فيك وتلاقي اعمالك واصلة مش بس بالبنان ان تشيرهية بيهوليووريد يقولنا يقولنا بدنا شاك مارون او عندكم شاك مارون انا مني بحاجة لغير شي نكون هيك مبسوطين وريئين عن جد نتحب الرواه وان شاء الله اتمنى لك لكلنا عن جد نستاهل انه انه تكون اشياء حلوية وتتطور انا منشجع كمان كل المشاهدين انه انه يلتحقوا ب لانه لانه اذا ما بدك تصير ممثل فيك بالقليلة تتعلم التكنيك وبتنبس تتعرف على عالم وبنفس الوقت بتقوى شخصيتك وبتلاقي اشياء بحالك بتكتشفها مش موجودة مش شايفها قبل شاك كلمة الاخيرة لك تحب تقول شي بعد بدي قليك بني قول عندك شو جديد كمان اكيد وانا ناطر احضاريك نحن عمل مسرحية جديدة كمان بجانواري وانا رحب شو احضاريك بدنا وهلا قدم العالم بدك تقول يمكن نحنا نجتمع بعض بعمل نحنا انا وياكي ايه اوكي خلاص انا ونادا رح نجتمع بعمل قريبا خلاص الله راد بوديك ندا رح نعمل شي سوا ومارسي للجميع وللمشاهدين ومارسي لك نحنا منذكر كمان مشاهدين انو فيكم نتابعونا على جميع الصفحات التواصل الاجتماعي ان كان على فيسبوك على تويتر وعلى انستغرام نور الشرك شكرا لمتابعتكن والى اللقاء